صار وليا من أولياء الله ومن عاد وليا فقد آذنته بالحرب بل يتدرج الإنسان في العبادة حتى يصير يقول الله عز وجل في الحديث القدسي كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها وإن سألني لأعطي أنه ولئن استعاذني لأعيذ أنه من هؤلاء؟ إنهم أولياء الله في الأرض وإن لم يكونوا أنبياء الأنبياء هم أولى الناس بالولاية لكن قد يكون الرجل ليس بنبي لكن وليا لله عز وجل ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون يوم من الأيام لقمان الحكيم كان عبدا عند مولاه طلب منه مولاه أن يذبح له شاتا ذبح الشات فقال له مولاه وهو يسلخها قال أخرج لي أطيب مضغتين فيها أطيب مضغتين من الشاء طلعها فقطع اللسان وقطع القلب استخرج القلب وأعطاه إياها قال ما هذا قال اللسان والقلب مرت الأيام قال سيده للقمان يا لقمان اذبح لي شاتاً بعد أيام فذبح له شاتاً فقال له سيده أخرج لي أخبث مضغتين فيها المرأة الأولى شنو قال له أطيب مضغتين وطلع اللسان والقلب الآن قال له أخرج لي أخبث مضغتين في الشاء فأخرج لقمان اللسان والقلب وأعطاه لسيده قال ماذا تفعل طلبت منك أطيب مضغتين فأخرجت اللسان والقلب وطلبت منك أخبث مضغتين فأخرجت اللسان والقلب قال نعم هما أطيب مضغتين إذا طابتا وهما أخبث مضغتين إذا خبثتا ولقد آتينا لقمان الحكمة كان ما يتكلم كثير الصمت لكن إذا تكلم كلامه حكم لا ينطق إلا بالحكمة إلا بالعلم في بعض الآثار والله أعلم من صحتها أنه خير بين النبوة والحكمة فاختار الحكمة قال أخاف أن لا أكون أهلا للنبوة إن صح الخبر لكن الناس كلها تسمع بلقمان والكل يعرف أنه أحكم أهل زمانه ترقى في العبادة وفي العلم والحكمة حتى يوم من الأيام رآه رجل قال ألست أنت الذي كنت عبدا لفلان قال نعم أنعم الله علي يعني بهذا الدين والعلم والحكمة قال بما قال بطول الصمت قال عفي لساني وغضي بصري وتركي لما لا يعنيني شوفوا رأس الحكمة رأس الحكمة ما أتكلم إلا بالخير ما في شيء زين أقول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت قال وغضي بصري لأن الإنسان اللي طالع الحرام الله ينزع الحكمة والفراسة والنور من قلبه خلاص يصي الإنسان سفيه اللي طالع الحرام والنساء والمحرمات حتى الحكمة اللي على لسانه الله اسحبها منه قال عفي لساني وغضي بصري وتركي لما لا يعنيني من حسن إسلام المرء تركه لما لا يعنيه عنده آثار كثيرة وحكم عظيمة هذا الرجل الذي لقب بلقمان حتى أنه كان يقول للناس تعلموا العلم لا لتجادلوا به العلماء أو تماروا به السفهاء وكان يوصي الناس يقول لهم اجلسوا مجالس العلماء فإنهم إما أن تستفيدوا منهم علما أو تنزل عليكم الرحمة ولا يشقى بهم الجليس أو كما قال كان كلامه قليلا لكنه كان عظيما ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد أي أن الله عز وجل جعله شاكرا لله على هذه الحكمة يوم من الأيام وكان كثيرا ما يعظ ابنه كان عنده ابن وكان يحرص على أن يربي هذا الابن بعض الناس عنده أولاد ما يهتم فيهم عنده أولاد الله أعطاه ولد ما من مولود إلا يولد على الفطرة لكن الوالدين ضيعوا أبناء هذا الزمن أكثر الآباء اليوم والأمهات ضيعوا عيالهم شنو قاعد يصح عياله حاط لهم جهاز تلفزيون وكل القنوات الفضائية شوفوا أولي تبون كمبيوتر دخل ووي ما تبون يعطيهم الفلوس روحه ووي ما تبون تروحون عمر ما جلس مع عياله ينصحهم يعظهم يذكرهم الأولاد الصغار شعرفهم بالحياة اشترهم ما عندهم خبرة ما يعرفون الصح من الغلط ما يعرفون الحلال من الحرام إذا أبوهم ما يعلمهم من سيعلمهم وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه كان عندما وعظ لولده أول شيء وعظ لقمان ابنه فيه تتوقعون ما هو أعظم أمر أعظم أمر في الوجود أن يعلم الإنسان فيه ابنه أعظم حق لله عز وجل على عباده وما هو وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني يا بني لا تشرك بالله يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم صدق لقمان والله أول شيء يا بني إذا أردت أن تنجو من عذاب الله عز وجل كن موحدا لأن الشرك ظلم عظيم والله عز وجل لا يغفر أن يشرك به قد يأتي الإنسان يوم القيامة موحدا عند معصية عند ذنب فيغفر الله عز وجل له لكن لو كان من أحسن الناس خلقا وهو مشرك فإنه لا ينفعه عند الله أبدا إنه من يشرك بالله إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة الجنة عليه حرام المشرك ما في جنة ولهذا بدأ لقمان مع ابنه يا بني أهم شيء التوحيد يا بني لا تشرك بالله يا بني إياك إياك الشرك لأن أشركت ليحبطن عملك لا صراتك رح تنفعك ولا عباتك رح تنفعك شوف الأب كيف ينصح ابنه في آباء اليوم إلا من رحم الله يجلسون مع أبنائهم يحذرونهم الشرك يعلمونهم أنواع الشرك علشان ما يقعون فيها أين الآباء اللي يدرسون أبنائهم اليوم التوحيد وأركان التوحيد وأسس التوحيد علشان ابنه ينجو يوم القيامة من العذاب وين الآباء اللي خايفين على عيالهم ترى الطفل وهو صغير يتعلم لكن إذا كبر صعب وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه والحفظ في الصغر والتعليم في الصغر كالنقش على الحجر علم أولادك لا يكون ولدك ضايع يوم من الأيام تشوف ولدك لابس خيط تقول له شنو هذا الخيط يحميني يا الله ولدك وقع بالشرك وأنت ما تدري ولدك حاط له خرزات تحميه من العين وأنت ما تدري ابنك يذهب إلى كاهن وعراف وساحر من المجرم؟ أبوه اللي ما علمه أول شيء علم لقمان ابنه لا تشرك بالله إن الشرك لا ظلم عظيم ثم استرس له بالنصيحة شيئا فشيئا أعظم شيء في العبادة شنو؟ بعد التوحيد يبيعبد الإنسان ربه أعظم العبادات ما هي؟ الصلاة فبدأ له بالصلاة